إذا كان تنصيب الحزب الجمهوري لدولاند ترامب مرشحاً له في الصباق إلى البيت الأبيض لا يزال احتمالاً وارداً اليوم فإن فرضية فوزه في انتخابات 22 نوفمبر لا تزال مستبعدة أحدث استطلاع للرأي أظهر أن شريحة عريضة من الأمريكيين بلغت أكثر من 33% مقابل 28% ترى أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون هي أكثر قدرة على جعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً أكثر من ترامب الذي جعل من هذا الشعار عنواناً لحملة الانتخابية ترامب وقبل ثمانية أيام على انتخابات نيويورك كان قد اعتاد على أن يهاجم منافسه من المرشحين للرئاسة بلا هوادة لكنه هاجم هذه المرة آلية اختيار الحزب الجمهوري لمرشحه مشيراً إلى أن هناك شيئاً خاطئاً فيها لدينا نظام فاسد وهذا ليس صحيحاً كان من المفترض أن يكون ديمقراطياً فترامب الذي لا يزال يتقدم في السبق الجمهوري من حيث عدد مندبين يتهم غريمه سيناتور تيكسس تيت كروز باستخدام أساليب المراوغة وصفاً إياه بالمخادع أما كروز فيتهم ترامب بنشر الأكاذيب والدعاءات دون فهم جيد للمبادئ والقيم أصلاً التي تجعل أمريكا بلداً عظيماً وفي المقام الأول من السهل أن نتحدث عن جعل أمريكا بلداً عظيماً لكن السؤال الحقيقي هو هل تفهم المبادئ والقيم التي تجعل أمريكا بلداً عظيماً وفي المقام الأول وفي المعسكر الجموقراطي يبدو أن حملة كلينتون الانتخابية ستستعيد زخمها بعد أن شهدت سلسلة من الهزائم على يد منافسها سيناتور فيرموند بيرني ساندرز في ثماني ولايات متتالية على مدى الأسبوعين الماضيين فوفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة فقد بلغت نسبة تأييد ديمقراطيين لهيلاري 53% مقابل 37% لساندرز في انتخابات نيويورك فالفوز في الانتخابات التمهيدية في نيويورك يعتبر الجائزة الكبرى بالنسبة للمعسكر الجموقراطي حتى الآن إذ يبلغ عدد المندوبين بالولاية وحدها فقط 291 مندوبا